طبعاً بأهم شيء بالنسبة لنادي الضيانية بمبراجة بطني legacy كيف ترى هكذا المبراجة وكيف ترى استعدادات النادي الأهلي والمطلوب من النادي الأهلي الممبراجة هذه سؤال مركبم بطني يوم السابت الساعة 3 على سوي 이게 الساعة 3 وبكم من النواة كان مبلح تمرينه Vineeto يوم два هذا بعد سفر 12 ساعة وتعب وإرهاقه بتعفى الرجل أجل التمرين شوية عشان يقدروا يأخذوا نفسهم شوية الحمد لله أن فرقة الأهلي تقريبا يعني برغم بعض الغيابات طبعا غياب الشحيات غياب رمضان صبحي من أثنين من أهم العناصر القوية جدا والمؤثرة مع النادي الأهلي إلا أن النادي الأهلي دايما بمنحضر وبرجالته وبيلعبه وبقدرته والأهلي دايما ليه أهدافه بحقيقة يعني يعني ودي الخط الطريق أو الاسلوب اللي بينتهجوا فيلر أن الفرقة ما تتأسرش بأي حد طبعا أي حد بيبقى إضافه لكن حتى لو هذا الحد أيا كان غاب لابد أن الأهلي كفريق بيتعامل مع الموقف ودي قيمة المدرب ودي قيمة النادي ودي قيمة الشخصية وهو ناجح في كده حد للغاية لحد كبير وده الفريق اللي عنده شخصية البطر صح أن أنا يعني أن ما فيش واحد يما يطلع أنا أنار وده كل فرقة الكبيرة في العالم بالشكل دايع فطبعا إن شاء الله الأمور كويسة وأي مجموعة هتكون موجودة هتؤدي وهتحق الهدف إن شاء الله هدف الأهلي في المباراة الانتصار ولا بديل ليه عم أمير الانتصار ولا بديل؟ لأن أي نتيجة غير الانتصار هتحط الأهلي تحت ضغط رهيب جدا في المطشين اللي بقيين الأهلي بقي له مباراتين مع النجم الساحلي في القاهرة والهلال في السودان ودول المنافسين الأولين ليك لأنه عندهم كل واحد ستة طويل فحيكون مواجهات شرسة جدا ولابد أنك تحسم في مطش بريتونيوم عشان تروح للسودان وإنت مرتاح لأن السودان دي دايما فيها مشاكل بالنسبة لنا يعني دايما تقى الظروف صعبة والأجواء حررة والأجواء تعرفش إزاي فالدنيا ما تتمنعش فلازم بفضل الله تروح للسودان وإنت عندك 12 نقطة فأول لـ 12 نقطة دولة أنك تاخد 3 نقاط من بريتونيوم إن شاء الله في مطش يوم السبت ده مجد عشان ما تخشش في حزبة مربا فوتك إن شاء الله يوم السبت يحطك في منطقة لوحدك سيب الهلال والنجم يخلصوا على بعض بأي شكل أي نتيجة أنت مستفيد منه سواء كسب ده أو كسب ده أو تعادله أنت اللي حترك بمجموعة وتصدر بشكل كبير جدا فده المهم وده الأفضل بالنسبة للنادي أهلي حتى لا تدخل أي نتيجة تانية مش هقولي أن فرص الأهلي راحت يعني سيلة قدر الله حصل تعادل مثلا كنت قدر ما فهاش حاجة بالرغم الفرق الكبيرة جدا من الأهلي وبريتونيوم إلا أن لو حصلت حاجة زي كده الأهلي يبقى سبع نقاط جاي له النجم هيبقى أكثر الشراس راحة للهلال يبقى أكثر الشراس ده المفروض الأهلي يشتغل عليه وده المفروض الأهلي يعمل وده اللي أنا شايفه جايه حتى من خلال التطرحات سؤال كبتل سيد عبد الحفيز أو فيلر أو إصرار اللعيبة فيه إصرار كبير جدا على أن الأهلي يحسم هذه المباراة بدرجة كبيرة جدا عشان يصل إلى النقطة التاسعة متى وصل الأهلي إلى النقطة التاسعة بقت أموره لحد كبير مستقرة نجم جاري في القاهرة هنا إن شاء الله الأمور تبقى أفضل وأسهل كتير جدا لأن ملعبك وأرضك وجمهورك كل دي حاجات عوامل يعني بتبقى سابورت ليك وانت شغال يمكن الناس قالت أن بريتونيوم سهل خصوصا في المطش أولاني ودي نغمة خادعة في الحجر بالنسبة لده وشوفنا قد ديه كان ساعة يعني أنا شفت المباراة اللي عدت الأهلي دعم منه فراش كتير جدا لكن في النهاية أنت ما سجدش غير هدفين والفريق الشارس هو بيقاتل وبيعمل رغم أنه خسر بقى أكتر من هدفين في ملعبه قدام النجم الساحلي فما فيش حاجة زي ما قلت فانا إنه فيش حاجة اسمها الساحلة في كرة القدر حتى تحقق الهدف ما تستهلش بأي فريق لأنه ممكن تحصل مشاكل كتير جدا لا سيما الفريق بيلعب على الأرضه المطاعد عليها بيلعب ورسط الجمهوره عنده طموح كبير عمل تغييرات كبيرة جدا في فترة الانتقالات دي في عدد كبير جدا من اللعابي مشى مجموعة من اللعيبة المؤكد أنهما أقل ست لعيبة وجاب مجموعة تانية جديدة فالمؤكد أنهما هيكونوا إضافة صحيح أن الفريق يعني فرصه تراجعت في إمكانية المنافسة كثيرا لكن هو يهمه أنه يحافظ على ما هو وجهه يحافظ يقدم صورة مختلفة وممكن تكون دي الفرصة الأخيرة بالنسبة له عشان لو عايز يرجع للمنافسة عايز يرجع لأسه قدامه تسعى بونت واخبارك يعني هو دلوقتي صفر من النقاط فقدامه تسعى نقاط ليه لا يعني واخبارك لسهما هو أنه عنده مطشين على أرضه صح فكل حسابة لابد أن المباراة تؤخذ بمزخز جد جدا من اللعابة الأهلي والمؤكد أن هذا متاح طبعا المؤكد أن نجاز بقادة فايلر يسعى لهذا والألعب لهذا ولا يعني أنا شايف أن الحل الوحيد أو الطريقة الوحيدة الدام للأهلي هو المكسب إن شاء الله في المباراة لكن لو جدت النتيجة أي نتيجة تانية يعني هتصعب الأمور على الأهلي الأهلي مطالب أن يأخذ الجولتين اللي هم ستة نقاط هو الأهلي محتاج ستة نقاط ياخدهم من دلوقتي وحسب نتيجة مباراة الهلال بالضبط أنا ما حطش نفسي في انتظار أي حاجة نريح نفسنا أنت تريح نفسك وابقى قرارك بيدي بيدي لا بيدي عم صح فأنا أخذ قراري بإيدي أو فرصتي أنا اللي بسكها لأنتظر نتائج الآخرين سواء هتأهل أو مش هتأهل أو أحسن موقفي أو النوع نخد باحد المتش نخص في حزبة بيرمل فاكر الحزبة اللي كنا محقدة في الكرة المطرية كنا بنوع نحصفها كتير جدا يعني الأهلي في سنوات كتير جدا خلصت منها ودائما الأهلي بينهي موقفه مبكرا في دور المجموعات فإن شاء الله المباراة تكون إضافة النقطة التسعة للناد الأهلي وتكون مقوية لفرصة الناد الأهلي في الوصول للدور التالي بإذن الله